مسألة الديهان أو العطر كان ذكرنا طرف منا المسألة الديهان أو العطر وقلنا يا أخواننا ولو وصل إلى الحل يعني زول الدهان بيدهن في جلده برا أو ادعطر بعطر الصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام المنتينية في كتابه رسالة حقيقة الصيام أن من الدهل مسح من برا ولد عطر حتى لو وجد طعم هذا الدهر ول الكعد في حلقه فهذا ليس من المفترات دمى من المفترات لأن الجلد ليس من مداخل المعدة وما فيه إلا من علم الإفطار لأن علم الإفطار إما يكون الطعام للذة أو لشهوة أو لغذاء بغز الجسم لكن ما في إنسان يتغذى بيدهن في جلده برا ولا بيعطر طيب قال أو احتقن الحقن قلنا نوعين من الحقن ولا الإبر المغزية دي ربات اللي بتكون فيه معنى الغذاء ودي مفترات أما الحقن الدوائية بتاعة الدواء مسكين بتاع ألم أو حقن بتاعة باقملاريا كده أو حاجة زي ذي الإنسان يمطين الحقن وهو صائم ما بتأثر على الصيام أصمان بخاخ الأزمة غير من الحقن اللي ما في معنى الغذاء قطرات العين وقطرات الأذن وقطرات الأنف الزوال يعمل حسابه مننا لأن قطرات الأنف منها ما يدخل إلى الجوف ودي تدخل في حكم الاستنشاق قلنا حديث لقيط ابن صبرة النبي صلى الله عليه وسلم قال له بالغ في الاستنشاق ما لم تكن شنو صائما فالقطرة الأنف ممكن تدخل شنو إلى الجوف وتكون في معنى الغذاء عسى كده قطرة الأذن ما بتأثر قطرة العين ما بتأثر حتى لو وجد طعم في حلقي لأن العين والأذن ليسا من مداخل الجوف ما من مدخل بغز الجوف لكن قلنا الفم والأنف من المداخل البيتغز الجوف طيب قال أو حجم أو احتجم حجم ده هو الحجام اليساء نلبي يعمل الحجامة الحجامة معروفة هي استخراج الدم الفاسد من تحت الجلد استخراجه عن طريق الشفط إما الشفط بالجهاز أو أو استقاء فقاء نعم استقاء فقاء وده الحكم ده برضو مرة علينا يا أخوانا إن الغي الاستفرام هو المعين جاء في حديث أبي هريرة النجو صلى الله عليه وسلم قال من استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه الغي فلا قضاء عليه يلا من استقاء استقاء دايما ألف سينتا في اللغة العربية بدون على الطلب يعني إنت دفعت الغي دفعا إما دخلت وصفعك أو بالفرشة بتاعت الأسنان أو بالمسواك دغطت على الحلب فاستخرجت ما في البط استقاء يلا لما تطلع انت براك ده مفتر من استقاء فقاء طيب قال ومن ذرعه الغي ذرع الغي يعني هجم عليه واندفع الغيلة وحده طلع براه كده يعني من غير ما هو طلعه في الحالة دي ما بيفطر ما بيفطر ويتم يوم وعاد طيب قال أو حجم أو احتجم قلنا الحجامة هي استخراج شنو الدم الفاسد اللي قاعد وين تحت الجل الدم يكون تحت الجل طيب استخراجه عن طريق الشفر الشفط اما بجهاز بيشفط به او يكون الشفط يدوي بالفم زمان عندهم شكل قرم زي القرم بتاع البهيمة بعد ما هم يعملوا الشرطات بتاعت الحجامة يقوم بيشفط الحجام بفمه طيب الطريقتين دي أنا ذكرتهم لأنه حيكون اي واحدة منهم علا حكم براها اعرف اما طريقة شنو الشفط بالفم او طريقة الشفط بجهاز ايا كان طيب فحجم دا الحجام احتجم دا المحجوم الزولة بيعملوا له الحجامة فالحجامة اختلف فيها العلامة الجمهور عادة الامام احمد معناه قصيم ونو ابو حنيفة مالك الشافر بيقولوا الحجامة لا تفتر لا الحاجم ولا المحجوم ما تفتر هذا قول الجنهور واستندوا الى رواية في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم خلاص كده قالوا مدام احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم اذا شنو الحجامة ما تفتر ده قول الجنهور والمستند بتاعه طيب الامام احمد انفرد عن الجنهور وقال الحجامة وقال الحجامة مفسدة للصيام ومن احتجم وجب عليه القضاء طيب مستند شنو الامام احمد مستند حديث النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم والمحجوم رواه الامام احمد افطر الحاجم والمحجوم طيب اذا عندنا حديثين حديث النبي صلى الله عليه وسلم بقول شنو افطر الحاجم والمحجوم والحديث اللي استندوا علىه الجنهور كلام ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو شنو طيب كيف نرجح بناته ترجيح الجمهور قالوا الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم يدل على جواز الحجامة وان النهي يدل على الكراهة ما يدل على التحريم ويدل على ان الصيام صحيح طيب الامام احمد مستند شنو الامام احمد قال الزيادة اللي استندوا على الجمهور وهي شنو احتجم وهو شنو صائم الكلب دي وهو صائم قال هذي الزيادة ضعيفة الزيادة دي ضعيفة ضعف الامام احمد وايضا انكرها يحيى ابن سعيد الانصاري من رجال الحديث طيب ابن تيمية نصر كلام الامام احمد ان هذه الزيادة ضعيفة فلم يبقى الا الحديث افطر الحاجم والمحجوم قالوا وهذا الحديث ناقل عن الاصل الاصل ان الحجام ابتعم الحاجم والحديث دا ناقل عن الاصل وهو مقدم دا افطر الحاجم والمحجوم مقدم لانه ناقل عن شنو يا اخواننا عن الاصل اذا يبقى الراجح من القولين انه الحجامة مسترة من مفسدات الصيام الحجامة دا الراجح طيب يا اخواننا العلة شنو ابن تينية قال والعلة ان الحجامة مضعفة للبدن مضعفة للبدن يعني الصائم لو احتجم بدنه بضعف الان انت لما تعمل الحجامة ما بتستخرج دم من جسمك والدم غذاء وقوة الجسم لمن تستخرج بيضعف بدنك ولذلك اباح الله تعالى له الفطر طيب لو قلنا المحجوم بيضعف بدنه لانه استخرج منه دم كيف يكون افطر شنو الحاجم قال شيخ الاسلام طبعا ابن تينية رحمه الله تعالى من العلماء المحققين والمسألة لو بحث لك تمام وتناولك جوالب وبخل لك فباقي تاني قال ابن تيمية والحاجم لانه زمان الحجامة كانت بشنو شان كده كبيرا نقول تلك فرق بين البجرة بالقارورة بالقرن ومن البشفطة بالجهاز قال وهو يسحب الدم بفنه قال وهذا مظنة لخروج او لدخول بعض الدم مع الاكسجين الى جوفه ويفتر بهذا لما يجر الدم الدم يطلع من المحجوم ممكن يدخل عبر الاكسجين يدخل الى جوفه قال ولهذه المظنة كان الحاجم مفترا والمظنة دي نحن بناخد بها بالاحكام الشرعية نعم الآن زلنا هناما مستيغز من النوم الصباح وكان متوضي هيمشي صلي طوال ولا يتوضى تاني متوضى صحيح ليه هل النوم حدث النوم حدث الحدث ده معدوف الخارج من السبيل ايه ده حدث او اكل لحم الابل ده مبطل للوضوء النوم ده عمل شنو قالوا النوم هو مظنة الحدث التنايم ما عارف الحصد شنو ممكن تكون احدثها ممكن تكون ما احدثها لذلك قالوا النوم الشديد النوم التجيل يعني هو مظنة للحدث شكذا الفقه بيعتبروه ده حدث والحجامة لما نجر بالجرم مظنة لدخول شيء الى الجوف وهي مفسدة عشان كده البحجم بيشفط بخشمه افطر اما البجرر بشنو بالجهاز بالمجبس بتاعه ده او الشفاق ده ده ما بيفطر شكذا ما بيدخل فيه افطر الحاجم والمحجوم الخلاصة عندنا المحجوم بيفطر لحديث افطر الحاجم والمحجوم والحاجم بيفطر لو جراب اشنو بفنه اما لو سحب بالجهاز فلا يفطر طيب قال لينا اخواننا احنا مسائلنا كتيرة وزمننا قصير عشان كده نمشي بسرعة طيب قال ولا يفطر ناس بشيء من ذلك ذول الناس ما يفطر بشيء من ذلك خلافا لمن من العلماء اه ذكروا مالك المالك يقول يفطر الناس يفطر الناس ويفطر المخط بحرمة الشهر ولكن الراجح قول الامام الشافعي واحمد لا يفطر الناس بشيء من ذلك قال وله الاكل والشرب مع شك في طلوع الفجر لقولي تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر يخواننا عندنا حاكين عندنا ظن ظل غلب على ظنه انه الفجر طلع او غلب على ظن انه الفجر ما طلع او غلب على ظنه انه الشمس غابت الظن براو والشك براو فرقوا بين الامرين من غلب على ظنه وزول الشاك الشاك ده معنى متدد حصل كده ما حصل كده غابت ما غابت ده شاك اما اللي غلب على ظنه عائن كده اوسم عليها ده بيهزن قال ده غلب على ظنه انه غابت فاكل اوسم يلا الفغها بيفرقوا بين من اكل او شرب لغلبة الظن ومن اكل او شرب لشنو للشك نجد نشوف نمر واحد لغلبة شنو الظن طيب من غلب على ظنه انه الفجر ما طلع او غابت الشمس فاكل او شرب اللي اتنين الفجر والشمس غلب على ظنه ان الفجر لم يطلع او غابت الشمس فاكل او شرب حكمه الجمهور من العلماء بل الاربع الايمة الاربع الايمة الاربع عندهم وجب عليه القضاء وجب عليه القضاء عند الايمة الاربع طيب ومذهب الامام اصحاب ورواية عن احمد واختياه ابن تينية انه ليس عليه شيء يا اخوانا كده اوقع عليكم بالراحة الناس مثلا قاعدين في البرش متاع الاشطار ومنقذرين الازان سمعوا لهم ازان طيب سمعوا ازان او اليوم ذات يوم غيم في مطر خاصة احنا عندنا رمضان حيجينا في جزو منه في الخريف في غيم فسمعوا لهم ازان والازان ده انه ازان بتاع موبايل سايف لسه ازان المغرفة اضلتها عشر دقائق الناس طوالي شنو بعد شوية انكشفت الغيمة وشافوا شنو وشام السيستة قاعدة ده ما بسموه شك ده يسمو شنو ده ظن غلبة الظن في الحالة دي الجمهور من الايمة الاربع قالوا عليهم قضاء اليوم ده اما الامام اسحاب واسحاب ده قلنا قرين الامام منه احمد وهم متفدين في اصول وفروع المذهب فالامام اسحاب ورواية عن احمد واختيار ابن تيمية قالوا ليس عليهم شيء في الظن الظن لو في الفجر او في شنو او في غروب الشمس ما عليهم حاجة الدليل شنو قالوا اثر عن اسماء رضي الله عنها قالت افطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم يوم في غيمة افطروا صحابة ديك قالت فخرجت الشمس بعد ما افطر الشمس طلعت ثم طلعت الشمس ولم يؤمروا بالقضاء النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم قضوا اليوم دا عشان كده العلماء قالوا من ظن او جهل الحكم ظن او جهل الحكم ما عليهم شيء وده يبقى الراجع مذهب اسحاق واختيار شيخي الاسلامي دون تيمية رحمه الله تعالى وحصلت قبل كده كتير المسألة بعض الناسا في الاطراف اطراف العاصمة ومشوفوا الشمس كنا مرة مع شباب وافطرنا بعد ما انتهينا بعد شوية عايننا يجينا الشمس ورا شجرة شمس قعدة فالناس اختلفوا عليهم القضاء ولا ما عليهم القضاء فوالصحيح انه ما عليهم شنو ما عليهم قضاء لأثر اسماء رضي الله عنها وبرضو الأثر اللي ذكرناه امس بتاع عبيب نحات وده بيدل على انه انسان اذا جهل معلومة في صيام الزمان زلقوا لك والله يا مولانا نحن لينا زمن طويل جدا الشمسين ما تجرب تغرب سان احنا بنفطر ولا في ناس عندهم الصباح ده بيأكلوا لما انت تتضح لهم الرؤية تب لما رازال يشوفها ديك بقرة فلان في المحلة الفلانية لما نشوف بيأكلوا بيشرب لو كان بيصوم زي ده ستة سنة عشرة سنة نقول له شنو ده جاهل بالحكم نقول يا صيامك صحيح ما عليك اي حاجة عدي ابن حاتم خاتم عوالحبلين ابيض واسود وبعين فين وياكل اسرب لحد ما تبين له والاسود وينه والابيض وينه بعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم علموا وما امروا بجله طيب لكن يا اخواننا في مسألة مهمة الشمس لو شفناه نحنا كان في غيمة وكلنا بدنا ناكل بعدين شفنا الشمس طالع هنعمل شريف الوكل لا بد من الامسال طوال تهجف انت بديت وكبيت الملاحفة وللعصيدة ولا القراسة ودر تأكل توجس لحد ما شنو تغيب الشمس بعدين تواصل وما عليك حاجة في اللاكلة اول طيب كده انتهينا من الظن اما الشك الشك العلماء قالوا هو على نوعين يختلف الشك من الفجر الى غروب الشمس فمن شك في طلوع الفجر عين للساعة ما فيهم حاجة اتسمع للأذان ما سامع شيء سأل الجنب عين بر ما فيهم حاجة يا ربي الفجر طلع او لا ما طلع بقى شاكي ما عليك اي حياة تأكل وتشرب وبعد ذات لو انت تبين لك انه انت أكلت بعد الأذان ما عليك قضاء شكينا قالوا الشك في الفجر لا يؤثر ليه قالوا لان الاصل بقاء الليل الاصل بقاء الليل شكينا لو شكيت في الفجر لا يؤثر الشك اما الشك في غروب الشمس لو انت اكلت ولا شربت بشك وجب عليك الخطأ هذا هو الراجح الراجح طيب ثم قال ومن افطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء اظن احنا اتكلمنا عن شنو عن كفارة الظهار وذكرنا حديث ابي هريرة قصة الرجل اسمه منه الرجل اللي جامع زوجته في نهار رمضان اسمه منه سلم ابن صخر البياضي سلم ابن صخر البياضي القصة ذكرناه لكن في مسألة وهي القضاء هل عليهم مع الكفار القضاء ولا لا طيب الجمهور من العلماء قالوا يقضوا اليوم ده الجمهور من العلماء قالوا علوه مع الكفارة المغلظة علوه القضاء قضاء اليوم قالوا للرواية في الحديث وقضي يوما ما كانه قالوا يعني كفر اعمل الكفارة وقضي يوم ما كانه لا هو الصحابي هو مش يعني في الكفارة كلامه قالوا ما اهلكا إلى الصيام في الشهرين المتابعين لكن في رواية والرواية دي صحاح الشيخ الألباني قلب شواهدة وفي فتح الباية أيضا والشيخ ابن عسيمين نصر هذا القول كويس لكن ابن حزم خالف الجمهور من العلماء ابن حزم قال ليس عليه القضاء ما علو قضاء لماذا قال لأن هذه عبادة فوتها الإنسان عن موضعها بغير أو عامدا متعمد فوتها قال قال فليس عليه قضاء ولو قضاء ما تقبل منه زي الصلاة يا أخواني الآن لو في ذلك سألتوا قال لك يا مولا ما دار قبل الصلاة تقبل شنو وقل لك الليل من الصباح ما صليه ليه مريض لا كنت في غيبوبة لا ناسي لا نائم لا طيب لئه ما صليه كده بس من الصباح ما صليه تقول لي ما تقضي ولو قضاء ما تقبل منه لماذا قالوا لأن هذه عبادة مشروعة بوقت معين والإنسان فوت عن وقتها عمدا هذا لا يقضيها ولا تقبل منه طيب والزيادة والزيادة اللي استند على الجمهور ابن حزم قال الزيادة ضعيفة وقضي يوما مكانه ونصر شيخ الإسلام هذا القول قول ابن حزم إنه عليهم الكفارة المغلظة لكن القضاء ما عليهم والراجح بيناتهم الله أعلم والله أنا ما عرفت الراجح شيء قال المصنف وتكره القبلة لمن تتحرك شهوته الإنسان أو صائم هل يقبل زوجته أو لا بعض الفقهة قالوا بنفس القول بتاع المصنف إنه مكروها لمن تتحرك شهوته يعني الإنسان لو بيقبل زوجته وما بتتحرك معاه الشهوة فلا شيء عليه ده كلام المصنف وبعض انفرق بين الشيخ الكبير وبين الشعب الصغير يقولوا إنه الكبير ده يقبل ساي ما عنده مشكلة ما منه خوف لكن الصغير لأنه بكون شنو شهوته قوية فكذا الشباب قالوا ما يقبلوا يقبلوا الناس الكبار واعترض على هذا القول ابن حزم الأندلسي طبعا ابن حزم عنده جرأة عنده جرأة شديد في في المسائل الفقهية وفي غيرها يعني الآراء بتاعته الفقهية بنصره بجرأة شديدة كويس طوال ابن حزم بيجي وبكون آراء قوية جدا فقال لا شيء عليه ولا في فرق بين شعب ولا صغير ولا كبير قال بل القبلة سنة من السنة للنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام وإجاب حديث عائشة رضي الله عنها فسيدة عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة قال والسيدة عائشة لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم عمره 18 سنة قال وهي صغيرة ما كانت كبيرة وهي صغيرة وشان كده قال وهي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا يمشي بعيد يعني الحاجة لما يكون فيها قول قوي يمشي للنهاية فعلى أي حال يبدأ كلام المصنف كلام موزون لمن لا تتحرك شهوته له أن يقبل زوجته أو قالوا المباشرة لمس المرأة باليد فما فيه شيء ما فيه شيء لكن الإنسان يتحرز لكي لا تتحرك الشهوت طيب قال ويجب التناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت لكن للصايم آكد لاحظ الكلام بتاع المصنف مضبوط كيف الغيبة حرام في أي وقت والكذب حرام في أي وقت والشتم حرام في أي وقت هذه محرمات بل مما علم من دين الإسلام بالضرورة أننا الصغير والكبير يعرف أنه الكذب شنوه حرام والغيبة والإساءة للناس ده كل من المحرمات قال وإن شتمه أحد فليقل إني صائم والدليل على هذا يقول أن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم صومي أحدكم فلا يرفض ولا يصحب فلا يرفض الصحب هو ارتفاع الصوت تلقى الناس بالجادل وخاصة بالسوق أني بتعرفوا صايمين أو ما صايمين البكوركو سبعة ونص وثلاثة ونص بتاع دين دي صايمين أو ما صايمين من الصباح يقولك لاخر اليوم ده أنا ذات أشوك أنه صايم لكن علي حال نعمل بالظاهر صايم أما تعمل صخب أفرج بضعتك والله رازقك ليه بيجيك فالصخب وخاصة الصخب في الأسواق أشد حرمك طيب فقال فلا يصفب وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني إني صايم الشغلان يحار يا أخوان نكلمك النصيحة شوف تذيب الزاد في الصيام حارة جدا لأنه نازل تشوفه في المواصلات الواحد راكب وأول ملكمساري ساي لو أخر لي البادي يخمى لك يقول له برعنا صايمين وقافلة معنا صايم عرفنا قافلة معك ليه في شنو جاهزين للشكلة والشكل في رمضان أكتر من غير رمضان زاد الناس مسخنين والله يا أخوان السودانين ده المسخنين سخانة أنت لو بس لو دار تعرفهم بس المواصلات ده بس أعرف الظلزل فكرة طوالي بقبل عليك جاهزين يعني شفت ناس جاهزين للشكلة في أي وقت بس لنتك كده ماشي في الشارع بل العربية ميلة على زول كده طوالي بحمل لك وبيبدأ الشكلة بدأ طوالي ما في مقدمات ما في شيء طيب ها أي قال إذا كان يوم صوم يحدكم فلا يرفس ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني إني صايم وقالوا فيها فائتين ابن عسيمين قال ما إني صايم فيها فائتين الأولى فيها تذكير لهذا الرجل يعني إنت صايم فما تقول لي إني صايم معناه يا زول إنت صايم فلا تسف ولا تقاتل فيها تذكير لشنو لهذا الرجل و فيها فائدة ثانية لك أنت لك أنت بتقول لي إني صايم معي أنه إنت من حجك ترد ليه في الشريعة من حجك ولا من حجك زول أساءك من حجك ترد ليه وليس مساءل أنت لا سرعا ولا قانونة ترد ليه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به لكن لما تقول لي إني صايم معناه أنا خليتك ما عشان أنا ما قابل عشان أنا صايم ده الفهم إني صايم أيوة والأحسن إنك تكون شنو إنك إنت بتبدأ بإيه العفو ربنا قال وَلَاِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الأمور فإنت بتمبهوك عنك تقول له أنا ما ردت ليك عشان أنا صايم الصيام أدبني وإنت برضو مفترض الصيام شنو يأدبك طيب قال وَيُسَنُّ تَعْجِيلُ الْفِطْرِ يُسَنُّ تَعْجِيلُ الفطر مرة معانا يا أخوانا الحديث ما هو نعم حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطراء ولذلك إنت لاحظ للناس إذا كانوا بيعجلوا في الفطر أعرف إنه نازل فيهم سنة أحيو سنة النبي عليه الصلاة والسلام لكن مما تلقى الجماعة عندهم تغاليد في مخهم ودالين بمزاجهم والنوع الدائر الجاهزان الرعادي والذي يقول لك خلي لمن يكمل الأزان والنوع اللي بقول لك أتخيل معاين بشي لو تمرأ في ناس والله يبيازوا يبيازوا الناس أسعى شهرية خلاصة بشي لو تمرأ واحدة قوموا الصلاة يقول لهم طبعا دبتم زون الكبير في البرش بتعلم في ناس بتعلم في طار زون الكبير ويكون بيحكم لك الجماعة باقي قوموا يقول لهم والصلاة غيمة الصلاة ولد داري صلي بالناس والناس نفسهم في شنو نفسهم في الطعام يا أخي في غير رمضان في غير رمضان النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وضع العشاء وأقيمة الصلاة قال فابدأوا بشنو بالعشاء والحاية عشان ما تجي صليت ونفسك في اللكل والله الصلاة دي ما تفهم له حاجة ذاته الإمام دقر وشنو ما بتعرفه ده في غير رمضان فما بالك برمضان افتصايم لك يوم كامل شكد يا أخوانا من السنة مع تعجيل الإفطار الزول يأخذ نهمة من الطعام تقعد وتأكل وتشرف وتأخذ راحتك تمام المغرب وقته ما ضيق ما ضيق والش الناس بيقول لك المغرب ده بس خمس دقائق لو أخرتها ممرق ممرق منو قال لك ممرق منو قال لك ممرق المغرب ده وقته لحد ما يزيب الشفاق الشفاق الأحمر ده بعد ما يتتشرف وتصلي وتشلق فنجان قهوة وترقد عليك تعاين هناك منشوفوا يا دوب هداك الشفاق ولسه قاعد أقلنا حاجة أربعين دقيقة فالناس ما ضيق ألمها لك طيب فأقلنا حديث سهل ابن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة قال إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن تتكلمنا عنه ويسن تأخير السحور واتكلمنا عن المسألة دي وفيها حديث أنس رضي الله عنه قال كنا مع زيد بن ثابت فقال زيد كنا نتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم نتسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فقلت يعني أنس سأل زيد بن ثابت قال كم كان بين الأذان والسحور قال قدروا خمسين آية زمان ما في ساعة شعن نقول لك قربح ساعة قتلت ساعة يقيسوا الزمن بالآيات شوف سبحان الله دادوا ارتباط الصحابة بالقرآن يعني الواحد منهم لدرجة ارتباطه بالقرآن يقدر به الأزمان يقول لك قدروا كذا قدروا خمسين آية نحن الزمن دا ذات الغرابة عندنا بيقولوا ليك بمزاجات يعني خمسين آية دا استفقى الآية 8 ممكن يجي واحد يمطى ليك خمسين آية دي صبح الوقت ويجي واحد خمسين آية دي بيسلمك ليه في في دقيقتين يسلمك ليه خمسين آية لكن الصحابة دا بيدول على إنه أول حاجة قراءة مضبوطة ومعروفة القراءة عندهم ما مزاجات واحد يقول لك مزاجكم شنو أنا في الجامعة أقول لكم قراءة سودانية ولا خليجية قلت دا قرآن هو ولا يتفاتح لك مطعم قرآن ولا فاتح مطعم أقرأ للناس بصوت جميل دا قراءة طيبة خاشعة أتأمل القرآن خلي اللي تستمتع بالقرآن شنو خليجية وسودانية وشنو جلالي في دي جلالي ناس والله يا أخواننا في ناس لعموا بالدين دا بس وده غير النوع أه البصلي للناس الصلاة بالقروش الركع بالقروش مش مش بحساب التراوح بالجملة لا بالركع الركع الوحدة باتنين مليون اتنين مليون هنا بصلي لكل رقعتين باربع مليون والعربي بتكون راجعوا برا بيجربين حج جامع تاني دا في التهجد وبعدها بالحج بصلي لي في أربع جوامع والركعة بكم يعني كم مليون الكلام دا كان قبل ثلاثة سنة قبل زيادة الدولار أسعدكم بكم دمال عب أسألكم بالله دمال عب يا ناس المهم نمشي طيب فقال قدر خمسين آية دمى بين السحور والأذان دم يدلق على إنه السحور كان شنو ما بين السحور والصلاة ما بين السحور والصلاة دم يدلق على إن السحور كان مع الأذان وايضا فيه اخوانا حديثة بهريرة وده مهم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الاناء في يده حديثه ركز مع الفاظ الحديث اذا كان الاناء ما يكون في الطربيزة في يده وادن الاذان اها في الحالة دي قال فلا يضع الاناء خليك ماسكه كوي ما تزيل ماسك اللزام بتاعك في يدك قال فلا يضع الاناء حتى يكضي منه حاجته ماسك لك كورة تاعة لبن ولا برين واسمع ذا لازال الله واجبر ذا لازال التاني ما تفردت فيك امسك عليك اشرب الوة تمام وخدت ختيت خلاس ثاني ما فلا يضعه حتى يقضي منه حاجته لكن لو كان قاعد في الطلاية مش سمعت الازال تقوم جاري فريح تفتحه ما في طريقة دا في يده يا حديثهم بس لا لبس الاناء في يدك دا تكملك لو كان شاء لك جردل تكمل الجردل طيب قال وتحصل فضيلة السحور باكل او شرب وانقل شرحناه الباري قال ويفطر على الرطب وده لحديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات الرطب دا البلح الجديد يفطر على رطبات آآ قال في آآ ثم يقوم فيصلي قال فان لم تكن رطبات فعلى تمرات لو ما لقى رطب تمر يعني ابدأ في الاول اول ما تبدأ ابدأ بالرطب ما لقى فعلى تمر قال فان لم يجد حسى حسوات مما حسوات يعني شرح بيشرب بصير ما تمشيط يشرب لك قالوا له دا ضرر شوف النبي عليه الصلاة والسلام فعله سنة وطب دا طب شكل ابن القيم علق عليه الكلام دا في زاد المعاد قال ومعلوم أن البطن مع خلوها تحتاج إلى شيء من الحلوى يعني الحلوى في البلح بتحتاج ليه كويس قال ومعلوم ما في التمر والماء من الفائدة في تقوية القلوب ما لا يعلمه الا طباء القلوب التمر والموية دي بنفع عن قلبك دا نفع ابن القيم قال لك ما بعرفوه الا طباء القلوب شاكد انت في الاول ابدأ بيشنك بالتمرات ما يجد حسوات من موية ما تدعى كثيف بعد ذاك لو دارت اكل اي حاجة وكلها طيب قال فان لم يجد فعلى التمر فان لم يجد فعلى الماء ويدعو عند فطره يدعو الحديث الذي حسنه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى ان تدعو تقول ذهب الظمأ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله في زيادة في الاول لكن فيها نظر اللهم لك صمنا وعلى رزقك افطرنا هذه الزيادة يا نظر واللي حسن الشيخ الالباني من قولك ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله طيب قال المصنف ومن فطر صائما فله مثل اجره فله مثل اجره وده يا اخواننا فيه فضيلة العمل اللي بنعمل نحن نطلع برا في الشارع بنعزم الماري وابن السبيل هو الانسان المدأخر من اهله بنعزمه بنفطره لكن يا اخواننا مع التنبيع على امرين الاول عدم هجران المساجر يعني احنا طلعنا ببيريشنا برا مجايبين افطاراتنا وبنأكل الماري بالشارع بنعزم الناس بفضيلة عظيمة جدا ليه اجر ايزه لك المعان ولو بلح عندك اجر صيامه كامل لكن ده ما معنا انه يكون البريش بتاعنا قريب هنا ونهجر المسجد في مساجد بيقفلوها صلاة المغرب الناس قريبين ما بيصليوا في المسجد وده غلط يا اخوان الا لو كان المسجد بعيد بحيث انه انت لو افطرت ما بتجري تحصل في الحالة دي اخوانا بجوزين انك انت تصلي محل البريش بتاعك لكن المسجد قريب الناس يفطروا انتهوا من الافطار بتاعهم يحصلوا الصلاة في المسجد والتنبيه الثاني على الائمة والمؤدنين يتأخروا للناس قليلا في صلاة المغرب ما يستعجم امهل الناس لحد يمزون يفطر ويخلص ويشرب وشي الصينيك ويودع البيت ها ودي حصر الصلاة في المسجد لو اخرت عشر دقائق ربع ساعة ما بتضربه شيء ربع ساعة ما بتأسر بشيء وما بيأخر دي وقت المغرب طيب قال ويستحقوا الاكسار من قراءة القرآن في رمضان جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان جبريل كان ينقاه اي يلقى النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة في رمضان حتى ينتهي رمضان كل ليلة بيجي جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال فيعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بيقر على جبريل ويدارس معاه في القرآن وفي معانيه قال فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة الحديث الصحيحي وذا يذل على أقواننا إن الطاعة تجر أختها الطاعة بتجيب خطة معاه نبي صلى الله عليه وسلم لما دارس القرآن كان أجود بالخير من الريح المرسلة والجود دائما دار إيمان بالآخرة التمنت جود إلا يكون عندك إيمان يتمرق القروش لكن لما يكون إيمانك ضعيف أكان جد يضدق الباب يتقول للولد لمشي يقول لك لا أنا نايم الولد يمرق برا يقول لك أبو يقول لك أنا نايم يورطك ذاته كويس لكن الإنسان إذا قوي إيمانه إذا إيمانه قوى يمرق عشان كده ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تزكيهم تطهرهم وتزكيهم بها لأنه الصدقة تمرق من الجيب لكن يتنظف الجيب الناس يتخيلوها يتنظف الجيب ما يتنظف الجيب يتنظف الجيب القال يبدو أن ينظف الصدقة طيب قال والذكر والصدقة وأفضل الصيام التطوع خلاص المصنف هنا انتقل لنا لمسألة تانية دالي ورينا أنواع من الصيام التطوع قال وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم وده صيام شنو ده صيام داود عليه السلام صيام يوم وإفطار يوم عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحض الصوم إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ودي طبعا أخواننا منزل عالة جدا وعبد الله بن عمر استشارى النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنا بقدر أكتر من كده لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا أكتر من ذلك ماذي زيادة تانية عشان كده جاء عنه الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد وحديث متفق عليه وحيجينا بعد شوية في الأيام المنهي عنه او الصيام المنهي عني الصيام الابد يقول لك صايم طوالي كده صايم ديمة ولا بقولوا شو ماكو صيام ديمة صيام ديمة كيف يا عمد ما بيجوز ذاته شرعا ما بيجوز بعد شوية حيجي يصوم ايام بيذكر ينا المصنب حيصوم يوم العيد المصوم يوم العيد ده يستتاب يستتاب لانه ده خالف القرآن وخالف السنة وخالف الاجماع ذاته لكن مالي قد جهن صايم ديمة واحد يقول لك انا بعلم الغيب وانا بنفع وبضر وانا بدي الجنة وانا الرزق عندي وانا بكتب لك حجاب بنفخك وحجاب بيعدل طريقك وبخرة بتسولك شنو وده كله من التلاعب كله من التلاعب بالناس يا ناس الشريعة دي واضحة ما فيه كلام زي ده كله انت شيخ بتعدين شيخ بتعدين انت بتعلم الناس اقعد علمون غرآن وسنة وتوحيد وصلاة وفغه وصيام ده شيخ الدين اللي بنعرفه اما شيخ بيعدل طريقك ده ما فيه يععدل طريقك اللي بيعدل طريق ده الله لكن ده يععدل طريقك وده كله يحنكك وانا ما اعرف ده شنوه جاك ده ما دين ده طيب قال ويسن صيام ثلاثة ايام من كل شهر وهذا لحديث ابي هريرة في الصحيحي قال اوصاني خليلي وهو النبي صلى الله عليه وسلم اوصاني خليلي قال بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة يوم وركعتين الضحى وان اوثر قبل ان انام وركعتين الضحى وان اوثر قبل ان انام لثلاثة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم والصبياء ابي هو او ابا هريرة ثلاثة ايام من الشهر والمصنفين قال شنو قال وايام البيض افضل الايام البيض وهي يوم ثلاثتاشر واربعتاشر وخمسطاشر من الشهر ياته ملع فرنجي العربي يوم ثلاثتاشر اربعتاشر خمسطاشر دي الافضل الانسان اللي حافظ عليها طيب وصوم تسع للحجة وآكدها التاسع وهو يوم عرفة فطينا حاجة ويسن صوم الخميس والاثنين واداء معروف السنة النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة قال كان قالت كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس لانه يخواننا ترفع فيهما الاعمال الاثنين والخميس ترفع فيهما الاعمال والاثنين يوم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وترفع فيهما الاعمال الى الله سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يرفع عمله وهو صائم قالوا ستة ايام من شوال ولو متفرقة ستة ايام من شوال ولو متفرقة وهذا لحديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر يعني كان كالذي صام سنة كاملة كاملة طيب وصيام الستة من شوال استحبه الامام الشافعي واحمد عليهم رحمة الله الشافعي واحمد لهذا الحديث وكره صيامه الامام ابو حنيف ومالك لماذا قالوا لألا يضاف الى رمضان عشان ما يظن انسان ان شوال ان الستة دي ملحقة بشوال برمضان قالوا الناس لو حافظوا عليها حتبقى كأنها ملحقة برمضان وكأنها فيضة فلهذه العلة كره الامام ابو حنيفة والامام مالك صيام الستة من شوال والراجح قول الامام الشافعي واحمد انه صيام سنة واجابوا عن العلة المذكورة اجابوا عنا انه لا يمكن الوصل بين رمضان والستة من شوال لأنه بينهم يوم العيد ويوم العيد بيفسل بيناته قالوا قالوا هذه العلة منتفية طيب وفيها مسألة برضو مهمة انه صيام الستة من شوال لا يكون إلا بعد اكمال رمضان عشان كده اللي علوا قضاء الذي عليه قضاء لا يصوم الستة من شوال حتى يقضي حدي كم من القضاء بتاعه لعلتين الاولى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم اتبعه ستة من شوال ثم اتبعه طيب اللي باقي علوا قضاء بنقدر نقول صام رمضان صام بعض رمضان ما صام رمضان هذه العلة الاولى والعلة الثانية الفقهاء قالوا قضاء رمضان واجب فريضة والستة من شوال شنو سنة واحب الاعمال الى الله شنو الفرائض فلا يمكن الانسان يبدأ بالنافل ويترك ماذا يترك الفريضة والفريضة احب الى الله سبحانه وتعالى من النافل فلهاتين العلتين ما يصوم الانسان السف من شوال حتى يكمل رمضان قال وصوم تسع ذي الحجة وهذا لحديث ابي قتاد رضي الله عنه قال صيام يوم عرف احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده ده في صحيح لمسلم طيب اخوان صيام يوم عرف هنا في شرط دخل تبعي الغواثين مهم لغير الحاج اما الحجاج فينبغي عليهم الافطار ما يصوم عرف الحجاج لان النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حاجا ما صام عرفا افطر ليتقوى للدعاء فصيام يوم عرف لغير الحاج ويكفر ياتسنة الببال ولا البعد اللتن الببال والبعد طيب فاذن يا اخوان ده يوم عرف ده في الكم في تسع ذي الحجة وهو اليوم التاسع يوم عرف وكل هذه الايام ايام صيام بما جاء ابن عباس ما من ايام العمل الصالح فيها حبي الى الله من هذه الايام يعني العشر من ذي الحجة قال وصوم المحرم وافضله التاسع والعاشر المحرم ده اول شعر في السنة الفجرية محرم شعر نمر واحد ويوم العاشر ده اسم يوم عاشوراء وده اليوم اللي نجي الله فيه من موسى عليه السلام واهلك فيه فرعون وكانت تعظم اليهود والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابي قتاد برضو نفس الرائع بتاع حديث شنو ها بتاع يوم عرفة حديث ابي قتاد برضو النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله لا بيختلف من يوم عرفة بيشنو لانه سنة واحدة والسنة يتفين القبال وعرفة شنو القبل و البعض طيب بعد ذات كلموا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثي ابن حباس قالوا ليه اليوم ده بالعظم اليهود يوم عاشوراء قال فان كان العام المقبل ده عن السنة الجاية ان شاء الله لنصومنا التاسع قال كان حين لسنة الجاية تصوم شنو تصوم التاسع معاهم ابن عباس قال وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم قبل العام المقبل طيب ولهذا استحب صيامه الامام مالك والشافي واحمد الامام مالك والشافي واحمد قالوا لعدم التشبه بـ او لمخالفة اليهود والنصارى طيب قالوا يسن الجمع بينهما وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام فلا أصل له واليوم ده الشيعة عندهم فيه شغل كتير حسينيات وحدهم يطاعن نفسهم بسكاكين ويضربوا نفسهم بحديد وعندهم ده يوم الحزن اسمه كده يوم الحزن بيحزنوا فيه بويس على مقتل الحسين ولا على شو المهي أظن مقتل الحسين رضي الله عنه وهم ما عندهم علاقة بالحسين أولئي فجر مجوس ما عندهم علاقة بالحسين رضي الله عنه الحسين هو والحسن سيدة شباب الجنة وهما صفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئي فجر مارقون عبدا للأضرحة يعبدون القبور ويعبدون الأضرحة ويقدسون ياخد يقدسوا قبر أبي لؤل المجوس زول مجوس ما مسلم ذاته عنده قبر هناك يسمينه باب شجاع الدين بيعبدو باب شجاع الدين ليه شجاع عشان قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ده 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 نسا فده عندهم يوم عاشوراء باسمه يوم الحزن وضدهم طوالي حي يسمى النواصب النواصب ده يبغضوا أهل البيت يبغضوا فاطمة وعلي والعباس أهل البيت كلهم ويسم عندهم اليوم ده يسمى عيد العمر ده إلا النواصب والنواصب ده طبعا هم في أضالة ومنحرفة لكن مالقة رواج من دول تؤيدة شاكده ماتت بدري والآن قلة في العالم لا تكاد تلقاه بسطن طيب آه قال بل هو بدعة أي حاجة في يوم عاشوراء غير الصيام بدعة ويكره إفراد رجب بالصوم وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه كذب رجب ما فيه فضاء غير آه يعني فضاء خاصة من صيام ولا من صلاة سبعة وشين رجب يحتفلبان ناس وماشيين الرجبية وزيارة يزوروا في القبور ويعبدوا في أصحاب القبور وغيرها من الأشياء الغير شرعية دي لو كانت فيه مناسبة شرعية ما يدوز خليه يعملوا حاجة ما شرعية فيه مناسبة ما شرعية طيب قال ويكره إفراد الجمعة بالصوم الجمعة إفراد بروا مكروه لحديث جويرية أم المؤمنين رضي الله عنها وجدها النبي صلى الله عليه وسلم صائمة فقال أصمت أمس صمت البارح قالت لا قال تريدين أن تصومي غدا قالت لا قال فأفطر قال فأفطرين وهذا الحديث أولا يا أخوان فيه كراهة إفراد الجمعة بالصيام الجمعة تفرد براه كذا مش في رمضان احنا نتكلم عن النوافل يا أخوان صوم النوافل فإفراد الجمعة مكروه بالصيام ما تفرد إلا الصوم يوم قبال ويوم شنو أو يوم بعد وهذا فيه أن صيام يوم السبت لا شيء فيه صيام يوم السبت مشروع ولا بأس به نافلة بل قول الجمهور من العلماء في يوم السبت قول الجمهور إنه ليس فيه كراهة والحديث الوارد لا تصوم يوم السبت إلا بما افترض عليكم هذا الحديث أعله أغلب العلماء معلول قال عنه الإمام مالك كذب وقال عنه الإمام الطحاوي الشاذ وقال عنه الإمام الحافظ ابن حجر مضطرف وضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان الشيخ الألباني نقل تصريح لهذا الحديث لكنه ضعيف طيب فعند المالكية وعند غيرهم صيام يوم السبت مسروع ولا بأس به خاصة لو صادف يوما من الأيام المسنونة يعني زي يوم عاشوراء أو يوم عرفة ونحو ذلك طيب قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين يكره تقدم رمضان تقدم رمضان لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم وتقدم رمضان يعني شه العلم قالوا انهي عنه يعني لو الزوت صاموا احتياطا زوني يقول لك الناس اختلفوا شاقوا الهلال ما شاقوا ثبت ما ثبت يقول لك أقول لك حاجة أنا وصوم اليومين القبار رمضان دين احتياطا إنه لو ديقى الرمضان أكون أنا وانا قص حاجة ولو ما ديقى الرمضان يبقى لي ناس لم أفضر المشي هذا غلط هذا اسم الصيام الاحتياط النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه كان يصوم صوما يعني شنو يعني كان يصوم الاثنين والخميس واليوم ده صادف يوم شنو اثنين أو يوم خميس ده يوم الشك ثبت الهلال ما ثبت اليوم ده صادف اثنين أو خميس أو صادف إنه الرجل يصوم يوم فط يوم سيام داود فيصوم لأنه ما صام لعلة الاحتياط فعشان كده الزل لو صاموا احتياط كما قال الشيخ ابن باز يبقى صومه ده باطل قال ويكره الوصال الوصال يعني شنو يعني إنسان يواصل في الصيام ما يفتر مع الناس يواصل طوالي اليوم البعدي يجور يومين يعني مع بعض ما يقصر بيناتهم ايوة ويواصل لحد العشاء وبعضهم إلى السحر يكره يا اخوان هذا مكروب وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اياكم والوصال اياكم والوصال ما تواصل في الصيام لأنه فيه مخالفة للسنة القبيل بنا في حديث سهل بن سعد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة طيب لكن الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ولكنك تواصل يا رسول الله انت بتواصل قال انكم ليسوك هيئتي اني ابيت عند ربي فيطعمني ويستيه اهدر عم المهم دي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم الله بيطعمه بيسجيه اتا بتقدر على الشيء قال في حديث اخر فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر ده متفق عليكم يعني خلاص اباح لهم المصير يواصل الى السحر لكن ما يطبق يومين مع بعض لحد السحر بعد ذا كده عشا ويجهز اليوم الجفن طيب اه قال ويحرم صوم يوم العيد او العيدين عن ابي سعيد الخدن رضي الله عنه ان الرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم النهر متفق عليهم وهذا ثابت بالاجماع يا اخوار بالاجماع كده الانسان لو تعمد يصوم يوم العيد هذا خالف الكتاب والسنة والاجماع والواجب على الحاكم تعذيره ده قبض الحكومة ادعاق بطوانه لانه خالف اجماع المسلمين وخالف الكتاب والسنة ولكن زي ما قلنا في ناس عندهم عوائد وعندهم اشياء بخالف بها هذا الحكم طيب احنا دارين نقصر الوقت ان شاء نخلص ان شاء الله قالوا ايام التشريك ايام التشريك في عيد الاضحة وهي يوم تاني من العيد والتالت والرابع هي ايام التشريك وايام التشريك يكره صيامها لانها ايام اكل وشرب وذكر لله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديثي نبيش الهدل ايام التشريك ايام اكل وشرب ايام اكل وشرب وفي رواية وذكر لله ابن قالوا للحاج اللي ما عنده قروش الهدي الزل لو حج مفرد ما عليه هدي لو حج متمتع او قارن عليه هدي يعني يزبح هدي في مكة هناك يوزع على فقراء مكة طيب لو ما عنده قروش الهدي يصوم في الحج كويس ثلاثة في الحج وسبعة اذا رجعتم فعلو ثلاثة ايام يصوم في الحج ويحتاج الى صيام ايام التشريك فاللي ما عنده الهدي يصوم ايام التشريك بالنسبة للحاج اما في غير ذلك فلا يصوم ايام التشريك نقيف ولو بعد العشاء خذنا لنا بس ربع ساعة ان شاء الله بن خلص وبأسئلة ان شاء الله قال ويكره صوم الدهر ومر معنا من حديث عبد الله ابن عمر ابن العاص رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد قال ثلاثة لان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان قويا في العبادة حتى اشتكت زوجته الى النبي صلى الله عليه وسلم فانه ما يعطيها حقها من كثرة عبادته فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشدوا انه يصوم قليلا يصوم ثلاثة أيام من الشهر قال استطيع اكثر من ذلك الى ان وصل الى صيام داود قال صوم يوما وافطر يوما قال استطيع اكثر من ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له لا اكثر من ذلك ما في اعتدد وقال لا صام من صام الأبد قال المصنف وليلة القدر معظمة يرجى اجابة الدعاء فيها لقوله تعالى ليلة القدر خير من الف شهر فهي معظمة لقوله تعالى انا انزلناه في ليلة مباركة انا كنا منذرين فالقرآن نزل في هذه الليلة المباركة في ليلة القدر قال المصنف قال المفسرون في قيامها والعمل فيها خير من قيام الف شهر خالية منها يعني بالساوة عبادة تلاتة وتمانين سنة واشفر ده قيام ليلة واحدة من ليالي رمضان قال وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة يقدر وانتبه يا أخوان بالقاف ما بالغير تلقى في بعض الأئمة بيقولوا في الصلاة يقول لك ليلة الغدر وما أدراك ما ليلة الغدر 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 بيختار فيها رب العالمين تبقى مشكلة أكبر من ديك فليلة القدر بالقاف من التقدير وقيل ليلة القدر من القدر أي التضييج وتضييج فيها الأرض من كثرة نزول الملائكة الملائكة بتنزل الملائكة والروح الروح جبريل فيها بإذن ربهم من كل أمر تتنزل الملائكة الحد من الأرض طبيع والملائكة تؤمن على الدعاء وتدعو للمؤمنين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسيحت كل شيء رحمة وعلمة فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات فإذن يا أخوانا ليلة القدر قالوا إما من القدر التضييج وإما من القدر التقدير وإما أيضا من القدر القدر بمعنى العظم القدر هو العظم يقول لك فلان ذو قدر يعني ذو عظم ومكانه فهي ليلة عظيمة قال يقدر يقدر ما فيها فيها ما يكون في تلك السنة لقوله تعالى فيها يفرق يكتب فيها يفرق كل أمر حكيم تكتب الآيات بتاعت السنة كلها في ليلة القدر قال وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوثم العشر الأواخر وفي العشر الأواخر الأوتار ويخواننا بفاهم بسيط يعني ليلة الغدر إنت لو شديت حيلك ما بتمرق منا قل له قل هي عشرة يوم جوما عشرة كلها يعني ما لا صعبة بعشرة يوم بس ما تفرق فيها والقيام يخواننا من صلنا صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام الليلة هذه ما حاجة صعبة يا أسلام لكن الشيطان بيشتغل معك شغل تجيل اللي يعمل لها يجيل ولك السوف والجير ما جيبته والخبيز بتاع الحريم ذات المرأة يشغال الشيطان بخبيز سائل وفي النهاية يأكلوا الشافر ويجيبوا يسهال أيام العيد ويبقوا مستشفى داته ما يلقوها مستشفى مجفلة في دعيلة دا دا أزولي بييعجبوا ليلة القدر كويس فالشيطان بيشتغل مع الناس شغل شاكديد يقول له تعارف لو ما مشيت السوق شغلان يتغل ويقولون بشوفه عموة تلقاتاني يمرقك بالليل يقول لك بعد المغرب بس بتجري راجع ما بحاجسك تحصر الصلاة ناك يوديك الصلاة التراويح تفوتك يقول لك خلاك لا مشكلة ظل في البيت براك تنوم تروح من نكسات على أي حال هي مختصة بليالي العسر الأواخر وليالي الويتر قال وآكدها ليلة سبعٍ وعشرين آكدوا الليالي قال العلام محمد بن ابراهيم على الشيخ رحمه الله تعالى قال وهذا لأحاديثٍ واعتبارات جاءت أحاديث وإن كان في صحة كلام لكن فيها أن ليلة القدر في سبعٍ وعشرين قال واعتبارات اعتبارات يعني نمر من العلماء استنباطات بعضهم قال إن الله خلق السماوات في سبعٍ سماوات والأرض في سبعٍ عفواً قال إن الله سبحانه وتعالى جعل غذاء بني آدم في سبعٍ ويسجد الإنسان على سبعٍ وأيام الأسبوع سبع وعدد مجموعة من السبع ها؟ والسماوات سبع والأراضين سبع ويس سبعة سبع كمية سبعة قالوا ليلة القدر برضو في سبعة وعشرين يعني كستنباطعاً إنه الحرف سبعة ده مرتضب بأشياء كثيرة شكراً قالوا برضو ليلة القدر بتكون في سبعٍ وعشرين والصحيح يقواناً أنها تتنقل ما في ما سابت في يوم واحد تتنقل وعلامتها الأصلية إنه الصبيحة بتكون الشمس بيضاء كالقصد مدورة بيضاء للعلامة تعالى أما ثاني في علامات يكون هدوء الليلة ما فينا بيحكيلاب كثير والجو يكون فا جميل أشياء لكن العلامة الأصلية هي شنو هي الشمس بتطع بيضاء ما عندها أشعة في الصباح على أي حال إنت ما تقول تراغي في الشمس شماعي أنت تقول شنو الشمس يوم تظهر ليك إنه دي بيضاء وتقول ما بيضاء تنوم على كده وتقولني ما يقل غدل يتغير تيبع شوية فإنت أبقى على العشرة كلها بس أي نعم وأخفيتها عشان إنسان يتهي في العشرة كلها قال ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني هذا الدعاء يستحق في ليلة القدر لا كريم ما فيه كريم ما مذكور في الحديث اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني نعم لا الصحيح إنه اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وإن كانت في رواية كريم الله أعلم أنا ما وقفت عليه الله أعلم لكن الرواية اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم انتهى معنا كذا المدن بتاع كتاب الصيام لصاحبه المؤلف الإمام محمد بن حد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة وكتاب موفي لأحكام ولعله في بعض المسائل نكون ما مرين على من خلال المدن إن شاء الله لو جاتنا في الأسئلة نشوف